مرحلة جديدة من الحرب تبدو ملامحها هذه المرة اقتصادية والمستهدف المواطن اليمني البسيط حرب لم تعد تقتصر على مناطق التماس مع الميليشيا الانقلابية بل تجاوزت الجبهات لتلقي بظلالها على كل المحافظات اليمنية تدهور غير مسبوق للريال اليمني بعد ان تجاوز الخمسمائة ريال مقابل الدولار الواحد ينعكس بثقله على حياة اليمنيين بكل تفاصيلها صرف شي نوني ورفع الاسعار بشكل عام المواد الغذائية الحديد السمنت الناس من هارة الى اخر درية ولا يجب على الحكومة ان تسارى في اي حل ولا تستقيل الحكومة المتهم الاول امام المواطن حيث بات ينظر لها انها شريكة في جريمة تدهور الريال اليمني بجانب تلاعب تجارب الاسعار دون ما اي رقابة اضافة الى حالة الترف التي يعيشها المسؤولين خارج البلاد برواتب ضخمة بالعملة الصعبة ما يجعلهم الرابح الوحيد من هذا التدهور غير مبالين بحال المواطن الذي ينهشه الفقر والجوع من كل جانب كل يوم تحصل زيادة في نفس المكان في نفس اللحظة في نفس الساعة تقول الامس عندنا اللي ختم هذا حتى يوم يومين نفس الساعة تقول لك والله الصرف زاد وهذا اصبح يعني عثرة يعني استخذ التاجر وفرصة لكي يحقق ارباح كبيرة على الناس الضعفة والفقرة يعني المفروض ان يكونون يساعدون الناس في ظل الوضاح هذه في ظل الفقر اللي يعاينون الناس لكن للأسف التجار اصبحوا استقلالا والصرافين كذلك لا احد منتصر في معركة تدهور الريال اليمني الصرافين واصحاب المحلات التجارية ايضا يحملون الحكومة مسئولية فرض رقابتها على ما وصفوهم بهوامير الفساد من تجار ومتنفذ الدرجة الاولى ما هو لازم الصراف وكله الصراف منتكلم الشعب قال الصراف ما الصراف يسألون البنك المركزي يسألون المسؤولين حقهم هذا ما الصراف الصراف يسرع والتعويم هذا اثر على الصرف والصراف يسرع بسعر وبعد ساعة يقولون له بسعر 32 قال 32 قال 32 قال 32 قال 32 نحن كتجارة قلت لك نعاني من السعر هذا الدولار والارتفاع السعودي لانه ننزل بضاعة تكون علينا بسعر والدين عاد احنا ما قد سددنا نبيعه بسعر كذا نلاحظه نقاطه بكذا كذا نطالب من الدولة والحكومة انها تنزل لقناه على الصرافين تشوف السعر هدو من عند الصرافين ام من الغلاة نفسه من البلاد من وضع البلاد تعددت المطالب بانهاء الحرب وحسم معركة التحرير حتى لا تطول معمعة تدهور العملة ومعاناة المواطن بالاضافة الى مساواة رواتب المسؤولين بالعملة المحلية بدلا من الاجنبية لعل ان يستشعر ما يمر به المواطن الذي اصبح يستلم اقل من نصف راتب في ظل الزيادة المفرطة في الاسعار في كل الاحوال يبقى المواطن اليمني ضحية امام التدهور اليومي للعملة وتأثيراتها في حياته العامة في المقابل حكومة عاجزة عن القيام بدورها تجاه ما يحصل منطق السكاني يقول ذلك عبدالله مؤمن يمن شباب سيئون اشتركوا في القناة